أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من السابقين الأولين من المهاجرين هاجر إلى الحبشة مرتين وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبأ له النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره بإسناد حسم عن ابن مسعود بدء إسلام ابن مسعود بقى وكيف رأى النبي عليه الصلاة والسلام وإن بهر به ومن ثم أسلم قال عبد الله بن مسعود كنت أرعى غنماً لعقبة ابن أبي معيط أحد الكفر الصناديد اللي النبي عليه الصلاة والسلام داع عليهم وقتل يوم بدر فقال بينما أرعى غنماً لعقبة ابن أبي معيط إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام عندك لباً في الشياهة بتاعتك يعني قال نعم ولست بساقيكما فإنني مؤتماً الغنم مش بتاعتي ما قدرش أسقيكم إلا بإذن صاحب الغنم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من غنمات لم ينز عليها الفحر ما هو أصل لباً بيجي إزاي إن الغنم تحمل وبعدين تولد فينزل للباً هو ده اللباً المحرم يعني ساعات كده أنا بيجيني أسئلة في رضاع الكبير واحدة تقول لك أنا سدري فيه لباً صحيح بس ماهيش حام مش ولده ولا حزنون وجابت ولد من الملجأ مش هتتبناه يعني هتاخده تربيه وسدرها فيه لباً هل ممكن تردعه من هذا اللباً وتثبت به المحرمية بقولها لا لا اللباً عادة المحرم الذي يأتي بعد الولادة الذي يأتي بعد الولادة فقال له هل عندك من غرمات لم ينز عليها الفح عذب لسه يعني قال له نعم قال له هتا أول ما أخدها أمسح الضرع بتاعها كده ودعها بالبركة فامتلأ الضرع باللبن صلى الله عليه وسيدي عليه الصلاة والسلام حال جاء أبو بكر الصديق بصخرة منقعرة كده يعني مأورة ونفضها كده ونضفها والكام ده وحلبوا في الصخرة دي اللبن حتى امتلأت الصخرة باللبن فشرب أبو بكر شرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر وشرب أبن مسعود ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع اقلص ارجع زي ما كنت فراجع كما كان ابن مسعود شاف القصة دي بقى أول مرة يشوف النبي عليه الصلاة والسلام وعمل معجزة هي معجزة معجزات حسية للنبي عليه الصلاة والسلام فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم كده فقال له يا رسول الله علمني من هذا قال له إنك غليم معلم أو غلام معلم غليم تصغير إيه تصغير غلام يعني معلم يعني شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام من أول ما شافه شهد له بالنجابة قال إنك معلم جاء ابن مسعود فأسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود فلقد أخذته والقدر اللي جاي ده في البخاري وغيره فلقد أخذته من في رسول الله أي من فمه سبعين سورة لم يشاركني فيها أحد عشان قال لك كلام ده لما قالوا لي انزل على قراءة زيد قال على قراءة من تأمرونني أقرأ على قراءة زيد لقد أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم سبعين سورة وإن زيدا له ذؤابتان يلعب مع الصبيان يعني يقول لأنا أقدم منه في الأخذ من فم النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده في مرة من المرات كان أصحاب عبد الله مع عبد الله بن مسعود يقرؤون القرآن في دار أبي موسى الأشعري وكان أبو مسعود البدري من ضمن الرفقة التي تجلس في هذا المجلس قام عبد الله بن مسعود ودخل بعض الحجر في البيت فلما انفتل عبد الله قال أبو مسعود البدري لا أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله من هذا الذي قام فقال له أبو موسى الأشعري أما قد قلت ذلك فقد كان يحضر إذا غبنا ويدخل إذا منعنا ده برضو فيه إشارة إلى قرب عبد الله بن مسعود من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان عبد الله بن مسعود وقافا عند كتاب الله عز وجل كسائر الصحابة رضي الله عنهم يعني ما كانوا يتعبدون بمعرفة النصوص إنما كان إذا بلغهم شيء من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخفون حتى يعملوا به كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدث للذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم ما كانوا يتجاوزون العشر آيات من كتاب الله عز وجل حتى يعملوا بهن قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا ده كان داء بالصحابة وعلى رأس هؤلاء كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي ذلك واقعة شهيرة معروفة وهي في الصحيحين من حديثه رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فكان فيه امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب أول ما سمعت الكلام ده وكانت قارئة لكتاب الله عز وجل أم تريح على المصحف قرأت المصحف من أول العرق عشان تشوف لعن الله ما لأجش الآية دي فجاءت لابن مسعود فقالت له يا ابن مسعود أنت تقول كذا وكذا وأعادت عليه الكلام قال لها وما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله فقالت له لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه من الجلدة للجلدة يعني ولم أجد هذا الذي تقول قال لها لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه هو ده الفقه بقى ابن مسعود ده الفقه ابن مسعود اللي عايز يتعلم الفقه يعني ويتعلم كيف تنتزع الأحكام من الأدلة التفصيلية فليتعلم من وقعة مسعود هذه قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قالت قد قرأته ما بين دفتيه وما وجدته قال أما قرأتي قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو فهذا مما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لازم كل مسألة جزئية لا بد أن تجد لها دليلا مباشرا لا وما آتاكم الرسول فخذوه هذا يشمل كل أمر سواء كان أمر إيجاب أو كان أمر استحباب أو كان أمر إباحة على قول من يجعل الإباحة داخلها في الأوامر لكن على الأقل أمر الوجوب أمر الاستحباب وما آتاكم الرسول فخذوه الآيدي تركت أمرا ما تركت أمرا وما نهاكم عنه فانتهو وهذا أيضا ما ترك نهيا يبقى لا يدي جمعة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مش لازم كل مسألة جزئية آت فيها بدليل بدليل خاص لا لا أحد من جماعة العلماء يقول إن كل مسألة لا سيما مسأل النوازل لا بد أن يكون لها دليل خاص لا يعني رسول العسل والسلام وهذا يرد به على بعض الدعاة كل أسف الذين قالوا أوصي الدعاء الذاهبين إلى كوريا أو إلى كوبا أظن قال كوريا ألا يحرموا على المسلمين أكل لحوم الكلاب فإن القوم هناك ألا يحرموا أكل لحوم الكلاب على المسلمين طبعا فإنه ليس عندنا نص يحرمه أنا مستغرب والله هو لازم يعني ييجي نص زي ما يقول حرم عليكم لحم الكلب هو عايز نص خاص مع أنه في نص خاص أيضا يشمل الكلب أصالة وهو حديثه ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير السباع اللي لها أنياب بتأكل بها وتفترس بها ممكن يكون فيه عشرات المئات من الأنواع التي لا نعرفها فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوصف حيثما وجد الوصف وجد الحكم مش لازم أقول الكلب والنمر والفهد والأسد مش لازم أقول هذا الكلام فتجاهل هو هذا الحديث واعتبر أن هذا الهدي غير شامل للكلب عايز نص في الكلب لا حيث وجد الوصف وجد الحكم فابن مسعود يقول لها إن لعن الواشمة الواشمة اللي هي بتجرح نفسها وتعمل الواشمة بالكحل والكلام ده قديما يعني كانوا زمان يكتبوا قبل البضعات الشخصية كانوا يكتبوا اسم الشخص بالواشمة على دراعه اسمه بلده وفيه ناس بيستعملوا الواشمة الآن في كزينة وهذا طبعا محرم لصاحبه ملعون من يفعل هذا ملعون والنامصة النامصة بتاخد شعر الحاجب تنتف الشعر النمص وقلع الشعر من الجزر والمتفلجات اللي الحسن اللي بتعمل فارق نبي الأسنان المغيرات خلق الله فقال لها لئن قرأتيه لقد وجتيه إذن كما قال الشفعي رحم الله كل أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم مردها إلى القرآن وكل نهي كذلك لئن كنت قرأتيه لقد وجتيه فقالت له أم يعقوب إن مرأتك تفعل شيئا من ذلك ليا زينب يعني تتنمص مثلا أو فقال اذهبي فانظري فذهبت المرأة فنظرت ثم رجعت إلى ابن مسعود قالت لم أر شيئا من ذلك فقال أما إنها لو فعلت لم نجامعها أي ما أبقيناها معنا في عيشة واحدة كانها يطلقها على طول أول ما تفعل المرأة هذا الفعل كان سيستغني عنه ابن مسعود كان كما قلت كان كسائل الصحابة كانوا يتدينون بالقرآن والسنة ولذلك لما فتحت بقى الشام والعراق والكلام ده في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرسل ابن مسعود وعمار مع جماعة من الأصحاب يعلمون الناس السننة وقال إنهما على عمار وابن مسعود يعني من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى نكمل ترجمة ابن مسعود ثم ندخل في محاور شرح هذا الحديث المبارك أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين